بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكسر الحديث والموعد الله ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن أخوتي من الأنصار كان يشغلهم كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطلي فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسط نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لو لا آيتان في كتاب الله ما حدستكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلا قوله الرحيم هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري بين فيه حقيقة الأمر بالنسبة لراوية الإسلام الصحابي الجليل أبي هريرة فهو حين ذكره للسند قال والموعد الله يعني أنتم تقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث والموعد الله الذي سنلتقي عنده وسيحاسب كل إنسان على ما قدم ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه يعني أحاديثه في تصورهم في تصورهم كسر بحيث للمهاجرين بهذه الكسرة والأنصار وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق كانوا يستغلون بالمال والتجارة يظنون أنه يكثر من رواية الحديث ويذكر أبا هريرة ردا عليهم فيقول يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والموعد الله موعدنا نلقى الله يحاسبنا لا تفريط ولا إهمال والموعد الله ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه يعني هو أكثر لأنه كان أكثر الصحابة رواية للحديث وهو في أوائل المكسرين للحديث فيقولون لماذا ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديث أبي هريرة وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق وإن أخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنتم رأى بسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملع بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون هذا هو الفارق بيني وبيني قال أبو هريرة رضي الله عنه يقولون إن أبا هريرة يكسر الحديث والموعد الله ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه يذكر تعجب بعض الناس من أنه أكثر الصحابة رواية للحديث وأن هذه المقولة بأن المهاجرين والأنصار لا يكسرون مثله ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه هو يذكر هذا الذي يقولونه عنه من أنه يكسر الحديث ويقول والموعد الله ومعنى هذه العبارة أن موعد لقائنا مع الله يحاسبني لو أكثرت من الحديث خطأا أو كذبا على رسول الله حاشا وألف حاشا والموعد الله يحاسبهم إذا أساء الظن بأبي هريم يقول والموعد الله لأنه كان يتحر الصدق ولا يروي من الأحاديث إلا ما هو صحيح وإلا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتأكده وتأقنه مما رواه وأنه لم يكذب ولم يزد ولم ينقص عما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم يقولون عني أنني أكثر الحديث ويقولون لماذا لم يكثر المهاجرون والأنصار ويحدثون مثل أحاديث يقول والموعد الله موعدنا مع الله يحاسبني لو كذبت أو زدت أو أنقصت ويحاسبهم إذا هم أساء الظنفي لأنه على يقين بأن الكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر فقد ورد الوعيد الشديد بشأن الكذب حيث قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهو على يقين بأنه لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذا يقول موعدنا مع الله والموعد الله الشبهة التي ذكروها من أنه يكسر أكثر مهاجرين ومن الأنصار في رواية الحديث هذه الكثرة لها سببان أما السبب الأول فهو أن المهاجرين الذين 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 ذكروا بالصفق بالصفق في الأسواق يتاجرون للمعيشة ويبيعون ويشترون ويشتغلون بالصفق في الأسواق والأنصار كان تشغلهم أعمالهم وزروعهم ونحو ذلك أما أبو هريرة فما كان يشغله لا بيع ولا شراء ولا زراعة ولا إدارة أموال كان متفرغا منقطعا للحديث وللعبادة فكان يحضر من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والتي يحدثهم فيها بالأحاديث كان أبو هريرة يحضر ما لا يحضرون ما كانوا يحضرون كما يحضر أبو هريرة وكان يحفظ ما ينسون هم ينسون لكنه ما كان ينسى كان يحفظ ويحضر أكثر منهم مجالس الحديث لأنه كان متفرغا المهاجرون شغلهم الصفق بالأسواق والأنصار شغلتهم أموالهم وإدارتها وزراعتها أما هو فتفرغ للحديث وانقطع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه مجرد لقمة العيش التي أكلها وتفرغ لرواية الحديث ولحفظ عندما قالوا ما لأبي هريرة يكون أكثر رواية للحديث ولم يصل إلى ما وصل إليه المهاجرون والأنصار لماذا؟ فهو يجيبهم على هذا بأمرين في هذين الأمرين بيان لسبب كسرة رواية أبي وريرة للحديث السبب الأول أن المهاجرين انشغلوا بالصفق في الأسواق وأن الأنصار انشغلوا بإدارة أعمالهم وأموالهم وزرعهم وهو انقطع للعبادة وللحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب الأول السبب الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه وهو بينهم في مجلسه لن يبسط أحد منكم ثوب لن يبسط أحد منكم ثوب حتى أقضي مقالة هذه ثم يجمعه لن يبسط أحد منكم ثوب حتى أقضي مقالة هذه ثم يجمعه يعني يجمع الثوب إلى صدر فينسى من مقالتي شيئا أبدا حين يتحدث الرسول يبصد ثوبه ثم يجمعه إلى صدره لا يمكن أن ينسى من مقالتي شيئا أبدا يقول أبو هريرة لما سمعت وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصدت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالتي يعني الثوب الذي كان معه بسطه يعني بسط بعضه لأنه لا يستطيع أن يبسطه كله وإلا ينكشف شيء من عورته فبسط بعضه ولذلك يقول إنه بسط نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعته إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا لما سمع الرسول عليه وسلم يقول لن يبسط أحد منكم سوبه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه إلى صدره فبادر أبو غيره فبادر أبو غيره فبسط نمرة كان يلبسها ليس عليه سوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله سلم مقالته ثم جمعها إلى صدره يقول فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رسول من رسله ما فاعلية سوب يبسط حين يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يجمعه إلى صدره فإذا به يحفظ كل ما قاله لا ينسى شيئا هذه معجزة بإرادة الله الذي أراد أن تحفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنها الشارحة للقرآن المفصلة لمجمله المقيدة لمطلقه المخصصة لعامه الشارحة لأحكامه لها هذه الأهمية التي أمر الله تعالى بالحفاظ عليها وما آتاكم الرسول فاقذوه وما نهاكم عنه فانتقل لما استجاب أبو هريرا وبسط نمر كانت عليه ليس عليه ثوب غيرها يعني بسط بعضها ثم جمعها إلى صدره يقول فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لو لا آيتان في كتاب الله ما حدستكم شيئا أبدا سبب في كسرة روايتي وعدم تحفظي على ما أعرفه وتحديثي للناس أن الله تعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا كان عنهم الله والعنهم اللعنون إلا الذين إلى آخر الآية لو لا هذا الوعيد لمن يكتمون العلم ما حدست ولا أكسرت من رواية الحديث فبين أبو هريرة بهذا أن الذين قالوا عنه إنه يكسر الحديث وأن المهاجرين والأنصار لم يكونوا على هذا القدر من الكثرة التي روا بها أبو هريرة الحديث السبب الأول أنهم كانوا مشغولين هؤلاء بالتجارة وهؤلاء بالزراعة وهو ملتزم ومعتكف مع الرسول ومتفرغ لحفظ الحديث والسبب الثاني أنه بسط رداءه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينسى شيئا أبدا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة